بسم الله الرحمن الرحيم بحية حضرتك وجمهورك الكريم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا وشاهدة لنا لا علينا اللهم علينا أعمل إيه علشان أعالج نفسي لو أنا محسودة طيب الناس اللي هي ممكن تكون مثلا ما شاء الله عنده أولاد وربنا مبارك له عنده بدل العيل اتنين وثلاثة فعاوز يحصنهم إزاي نحصنهم كل الحاجات دي هنقولها في حلقة النهاردة إن شاء الله صلوا على سيدنا النبي صلوا الله وعليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لازم ببعندها خصوصية السوشل مش حاجة مش حاجة خاصة السوشل ببعلى المشاعة على الملأ انت لي تعرف الناس انت رايح ثان وجاي منين وهتعمل ايه لا على الأزم يعني لا نتعجل ولا نتصارع إلى هذا الأمر الركيا الشرعية بقى عشان أي واحد عاوز يرئي نفسه أي واحد عايز يرئي نفسه أي واحد عايز يحصن نفسه ويحصن أولاده ويحصن بيته بدون ما تروح ولا تكلف نفسك وعاوز أقول على حاجة مهمة جدا برده هو أنا أعرف إزاي أنا محسود ولا مريض أروح لطبيب هقول أنا هقرأ الركيا الشرعية أو أن الركيا الشرعية أو هجيب ميا هتعمل الركيا الشرعية لما تشرب الميا اللي مقرؤ عليها الركيا الشرعية لو حصل لك أعراض زي مثلا إيه بدات التاوب مش قادر تشرب الميا بكيت أو حصل لك حرارة بعد قراءة أو أثناء قراءة آه يبقى أنت محسود تبقى أنا قرأت على الميا وشربتها ما حصل لش أي حال روح لطبيب بس ده الخراسة يعني لو في عندنا بعض الأعراض وقرينا على الميا الركيا الشرعية وحصل لنا بكاء أو صداع أو حرارة في الجسم أو حرارة في الجسم أو راشر يبقى ده حسد ما حصل لش أي حاجة يبقى لازم نروح بالأعراض اللي عندنا هتقرأ على الميا وأنا هشربها يلا نحصن نفسنا بكباية زي دي أو مجة زي ده أو إزازة مية ممكن نجيب إزازة الليلة ونصب حسن أهل البيت كلهم يشربوا طيب وإحنا ممكن نرش مية دي آه ممكن نرشها في أركان البيت ونقرأ في أركان البيت آية الكرسي الإمام القرطبي في تفسيره ذكر أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف قرأ آية الكرسي كان عندما يدخل بيته ويقرأ آية الكرسي في زوايا البيت تحصينا لبيته صحيح حاجة مهمة أوي وإقرأ آية الكرسي في أركان البيت بص يا جماعة عشان الناس اللي بتشوفنا احنا كل حاجة بدليل كل حاجة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أفعال الصالحين والرقية اللي احنا هنقرأها دلوقتي على المية هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنقرأ إيبا هنقرأ الفاتحة آية الكرسي آخر آية من سلوة البقرة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة 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 حاجة مهمة نقرأ بقنا من المية عشان النفس اللي خارج مع القراءة يأثر في المية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أشرب طبعاً أشرب ونشحرف تسلم إيدك بسم الله الرحمن الرحيم أنا كويس الحمد لله الحمد لله دي حاجة مهمة لو إحنا بقى عزين نحصن أولادنا حصن بلاتنا نحصن نفسنا في البيت نعمل حاجة زي كده وكلنا نشرب وممكن نقرأ آية الكرسي في أركان البيت ويليك لما لو إحنا مثلاً حتى كبازة أو مجزة أو مية زي كده مقروع عليها لو حنرشها رجاءً ما نرشهاش في مكان تطأه الأقدام مجيش على عتبة باب أو في مكان مثلاً كده حد رايح بتحبط عليه ممكن نرش بسيط في الأمكان لو في بلكونة لو في زرعة يعني إكراماً وتكريماً لهذا الماء المقروع علي القرآن الكريم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد